موسيقى 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 من هجن الشحانية بقيادة محمد بن قالد العطية المشاغب يقدم لنا الشحاني هنا ايضا هذا الانطلاق الجميل مع الشحانية الوصول على المركز الخامس من وعد من هجن الشحانية ايضا بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيب هذه الخمسة المراكز الاولى المنطلقة والمتحدية في هذا الادا الجميل مشاهدنا ومتابعينا الكرام نعود الى صدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط نعود هنا الى صدارة هذا الشوط والى قرطاسه المسيطرة على زمام الامور وعلى صدارة من هجن العاصفة التابعة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من تأتي على صدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني المركز الثاني الشحانية هنا من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العاطية من تأتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا بهذا الانطلاق الجميل هناك المنطلق الزبارة الزبارة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي وهنا منصورة منصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع محمد بن سعد بن مرشد في التضمير من ينطلق مع منصورة هنا على المركز الرابع وخامس المراكز تأتي نقدة على المركز الخامس من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي ما شاء الله ها هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى دعناها على حضراتكم نذكركم بانطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهري هذا اليوم هو التحضير هناك في تمام الساعة الواحدة بمشيئة الله تعالى لانطلاقة اشواط الذهب اشواط التحدي اشواط الفوز والنموز هناك بهذا المساء الجميل نعود الى صدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاول الى صدارة هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل إلى هنا قرطاس على الصدارة قرطاس على المقدمة على المركز الأول تسيطر حتى هذه اللحظات على صدارة هذا الشهود ولكن أرى الشحانية الشحانية بدأت تتسلل بدأت تتسلل مع منتصف المسافة مع هنا أيضا لوحة الأربعة كيلو مترات الشحانية من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد الحطية هنا في هذا الانطلاق في هذه المتابعة الدقيقة بهذا الأداء المميز والجميل قرطاس على المركز ساني قرطاس من هجن الحاطمة التابعة سيدي سمو الشيق عمدان بن محمد بن راهد بن سعد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد من غدير بهذا الأداء الجميل هناك منصورة من تسللت منصورة بهذا الأداء الجميل لسمو الشيق عمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة هنا أيضا محمد بن سعد بن مرشد في هذا الانطلاق المتعب هنا ينطلق بهذا الأداء الجميل ينطلق مع منصورة يبحث عن النصر يبحث عن الفوز يبحث عن التحدي هنا بشعار النصر الذي تحمله هنا أيضا منصورة في هذا الانطلاق المميز هو الجميل المركز هنا الرابع المركز الرابع والمنطلقة الزبارة على المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز الهيقن الشحانية بقيادة المضمر العملاق هنا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي الوصول هنا أيضا من حماس من هيقن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المر المنطلق مع أيضا هنا حماس في هذا الانطلاق على المركز الحامس بأول ندال حماس في هذا الانطلاق ثلاثة كيلومترات ما تبقى على النهاية ما تبقى عن الهيثارة ما تبقى عن التحديد وهناك صدارة الصدارة مع الشحانية هي المسيطرة على زمام الأمور سيطرت على الصدارة وعلى المركز الأول الشحانية من هيقن الشحانية تحمل الشعار الأدعم على ظهرها بهذا الانطلاق الجميل بقيادة أحد الشباب هنا المشاق الذي أطلق عليه المشاغب وهو مسالم وليس مشاغب مشاغبا فقط في الميدان محمد بن خالد العطية أرى قرطاشة بدأت تطير على الصدارة بدأت تطير على المقدمة هنا أيضا بشعار هيقن العاصمة التابعة لسيدي سمون وشيق عمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم مع الواسق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث هنا القادمة أيضا زيبارة الزيبارة قادمة من إقنة الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي هناك حماس من إقنة الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري في التضمير والقدوم من هو الزي قادمة الزي قادمة تسللت ضي إلى المركز الخامس من هجم الشحانية بقيادة السلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من انطلقت على المركز الخامس هذه هي الخماسية بهذا الانطلاق أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصراع مع الثنين كيلومتر الثنين كيلومتر ما تبقى مشاهدين ومتابعين الكرام من تتابعوننا عبر قناة البدع الفضائية هنا بهذا الانطلاق هو التحدي قناة الريان قناة دبي ريسنج قناة ياس هنا أيضا للتابعات والناقلات لهذا الحدث المميز والجميل هناك هناك الشحانية على الصدارة على المقدمة من هجن الشحانية بقيادة السهونة أيضا المشاقب محمد بن خالد العضية المركز الثاني نرطاس على المركز الثاني من هجن العاصفة مع الواثق الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الانطلاق والتحدي هناك الزبارة الزبارة لازالت في صلب المنافسة تبحث أيضا عن مخرج ومنفذ لها إلى الصدارة ولكن أرى هنا حماس 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 من انطلقت في هذه اللحظات من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري ومن الجانب الآخر ضي ضي أيضا من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الوصول من بدا بدا قادمة في هذه اللحظات نسمو شخصه مقليدة بن سيف على الهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في التضمير حماسية جميلة وقرطاسة قرطاسة على الصدارة قرطاسة على المقدمة على المركز الأول وصدارتها بشوت انطلقت قرطاسة هنا على الصدارة على المركز الأول مع الكيل الأخير الكيل الأخير هنا بهذا التحدي ولكن أرى من الجانب الآخر ضي 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 هنا منهجنا الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي المنطلقة بهذا التحدي ما شاء الله تبارك الله انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ها هي تشاهدون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي ما شاء الله تبارك الله ها هي بي على الصدارة ضي على المقدمة من هجن الشحانية أيضا مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي هي الشاهدونها تنفرج بصدارة هذا الشهور تنفرج بالصدارة بالمركز الأول تهانينة تهانينة والنموس على هذا الأداء الجميل تهانينة لهجن الشحانية تهانينة لسلطان بن محمد بن سالم لوهيبي على هذا الأداء الجميل هنا أيضا لأضي ولحبة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفغوز معلنة الناموس ها هي لحبة الوصول إلى خط النهاية تهانينا لقدج الحانية وللسلطان بن محمد بن سالم لوهيبي العملاق ها هي لحبة الوصول شكرا يا بمحمد على هذا الأداء المميز لي أيضاً والشحالي أيضاً ضي ولحبة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني وصلت هنا أيضاً لهذا الانطلاق صنع شخص طعم زايد أنهيان المركز الثالث كان من نسيب بدأ سموشيخ سيبقى المركز الرابع سموشيخ زايد من المربو مكتوم المكتوم وفي المركز الخامس من هجن الحاصفة قرطاسة هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى دعناها على حضراتكم لنا عودة إلى التاسع نقاط هذا المساء عفوا هذا الصباح التي ذهبت لهجن الشحانية بقيادة شوط الغتام سلطان بن محمد بن سالم لوهيبيا من أقل مضامرين هنا أيضا لحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا التوقيت الزمني مقدار هنا 12 جيجا 35 ثانية 14 جيجا من الثانية فهانينا ونموس على هذا الأداء المميز بين المركز الثاني كان من نصيب هنا أيضا من وصلت على المركز الثاني بهذا الانطلاق المتميز ولحظة وصولها إلى خط النهاية هنا الكائدة بـ 12 دقيقة التوقيت الزمني أيضا 40 ثانية 79 جزء من الثانية تهانينا سموشي سلطان بن زايد وسلطان أنهيان تهانينا لأحمد بخلفان بالصائغة المزروعي بدأ من أدت على المركز الثالث بالتسع لقائق 41 ثانية 61 جزء من الثانية تهانينا لسموشي سلطان بن زايد تهانينا لسعيد بن مبارك من سالم نوهيبي تهانينا لجميع الفائزين مشاهدين متابعين الأعزاء نستجول معكم أسماء الفائزين المتوجين في 13 شوطا لهذه الفترة الصباحية تابعنا وشاهدنا العيد هي من فازت بالمركز الأول في الشوط الأول وسجلت توقيت الأوض 13 دقيقة 20 ثانية 90 جزء من الثانية نهني هجي الشحاني والثانية المضمر سالب بن فاران المري وكذلك نهني هجي الشحانية ونهني المضمر سالب بن فاران على فوز الباز بأول أشواط الثنائي الجعدان وتابعنا من بعد الأشواط الرئيسية منافسات دارت ما بين الشعارات وما بين الأسماء في أيضا وتجوّت السلامات ما بين الأشواط الثلاثة عشر للفترة الصباحية نذكر بانطلاقة أشواط الذهبي والرموز في تمام الساعة الواحدة والنصب من بعد يظهر هذا اليوم وصلنا للختام وتقبل التحيات الطاقم الفني لقناة البتع وكذلك تقبل التحيات المخرج علي بن محمد بوشارب وتقبل التحيات محددكم من كبير بن جال المري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر